تنفيذاً لأمري سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء افتتحت سيد يوسف بن صالح الصالح رئيس مجلس الأوقاف الجعفرية مسجد الشيخ عبد الحسن الطفل في منطقة جد حفص وخلال افتتاح المسجد شهد رئيس الأوقاف الجعفرية بالاهتمام الكبير الذي يليه جلالة ملك البلاد المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدور العبادة وعمارها وتهيئتها وصيانتها ايماناً بهمية الرسالة العظيمة التي يطلع بها المسجد في بناء المجتمع واشار الصالح إلى أن تشهيد وعمار بيوت الله يعكس مكانة المساجد في وجدان أبناء البحرين منوهاً بمبادرات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في متابعة تنفيذ التوجيهات الكريمة بشأن بناء وأعمار وصيانة الجوامع والمساجد في مختلف مناطق البحرين